موسيقى السلام عليكم أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخبار بداية استشهد أصيب عدد من الفلسطينيين فجر الاثنين في قصف الاحتلال منزلا في مخيم سلات وسط قطاع غزة وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر طبية باستشهاد تسعة فلسطينيين وإصابة عدد آخر بعد قصف طائرات الاحتلال الحربية لمنزل في مخيم أنصيرات وسط القطاع كما استشهد أصيب عدد من الفلسطينيين فجر الاثنين بإعلان قوات الاحتلال الصهيوني داخل مجمع شفاء الطبي غربي مدينة غزة وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر طبية باستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين بعد محاصرة قوات الاحتلال الصهيوني مئات النازحين والمرضى والطواقم الطبية والصحفيين داخل مجمع شفاء الطبي بغزة في حين اشتعلت النيران في مبنى الجراحات التخصصية بالمجمع نتيجة القصف الصهيوني وصلت ست شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية مساء السبت إلى مخازن الأونرواف في شمال قطاع غزة لأول مرة منذ نحو أربعة أشهر شاحنات المساعدات التي تحمل كميات من الدقيق ومواد غذائية وصلت عبر شارع صلاح الدين الذي يمتد من جنوب القطاع إلى شماله هذا وتم وضعها في المخازن التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في كل من بلدات بيت لاهيا وبيت حنون وجباليا على أن يتم توزيعها على سكاد شمال غزة طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بفتح جميع المعابر واستمرار تدفق المساعدات إلى غزة برا وبحرا وجوا الخارجية اعتبرت في بيان لها الأحد أن ما وصل من مساعدات غير كاف مقارنة مع الاحتياجات الإنسانية الضخمة للفلسطينيين الموجودين في القطاع ناهيك عن حاجتهم الإنسانية الأساسية للمياه والدواء والمراكز الصحية والكهرباء كما رحبت الخارجية الفلسطينية بالجهود المبذولة لإدخال المساعدات والتي كان آخرها وصول 13 شاحنة الليلة الماضية إلى مدينة غزة وشمال القطاع دعت منظمة هيومن رايسووتش مجددا إلى فرض عقوبات دولية على الاحتلال الصيوني بما فيها حظر إمداده بالسلاح منظمة أو المنظمة الحقوقية الدولية غير الحكومية ذكرت في بيان لها الأحد على منصة إكس أنه يتعين على الدول فرض عقوبات موجهة وحظر التسليح على الكيان حتى يمتثل للأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية بخصوص الإبادة الجماعية في غزة ويلتزم بإيصال المساعدات والخدمات الأساسية إلى الفلسطينيين في القطاع أذى وسبق للمنظمة اعتبار استخدام تجويع المدنيين كسلاح حرب من قبل الاحتلال أعمالا تلقى إلى جراء محر في موضوع آخر أدانت الجزائر بأشد العبارات مشروع مصادرة ممتلكات سفارة دولة الجزائرية في المغرب بيان للخارجية الجزائرية ذكر بأن الحكومة الجزائرية سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة كما سيتم اللجوء إلى كل السبل والوسائل القانونية المتاحة لا سيما في إطار الأمم المتحدة من أجل ضمان احترام مصالحها المصدر ذاته لفت إلى أن الجزائر تعتبر بأن ذلك يشكل انتهاكا جسيما لاحترام وواجب حماية الممثليات الدبلوماسية للدول ذات سيادة الذي تكرسه القوانين والأعراف الدولية مضيفا أن المشروع المغربي الذي يتنافى مع الممارسات الدولية المتحذرة ينحرف بشكل خطير عن التزامات اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية التي تفرض على المملكة المغربية احترامة وحماية السفارات الموجودة على ترابها مهما كانت الظروف ختم هذا الموجود سكان المتابع ترجمة نانسي قنقر